بعد البكالورية هذا ما يهمكم أنتم أولياء تلاميذ وأنتم كطلب الآن في الجامعة هذا اللي يهمكم وللازم نتطرقه مع مرسي سامير جنة مستشار توجيه ونقابي وكذلك متخصص في علم النفس الاجتماعي ما الخير أستاذ سامير صباح النور وتحية لكل المشاهدين الكرام وشكرا على الاستضافة أولا نتحدث عن نتائج شهد البكالورية 150.% تراجع في نسبة النجاح ما هي الأسباب اللي أدت إلى تراجع النسبة؟ هناك عدة أسباب ولعل السبب المباشر والرئيسي هو انقطاع تلاميذ عن الدراسة عمهم تلاميذ على المرحلة الثانوية في 2019 كانوا سنة أولى ثانوي تخيل مقاطعه عن الدراسة أكثر من سبعة أشهر بسبب وباء كورونا كنا متفهمين على سبب الإنقطاع وسبب الإنغلاق لأن انتشار وباء كورونا كان تحتام على أصحاب القرار أنهم يتخذوا قرار بالإغلاق التام ومن بينها كان انقطاع في الدراسة حوالي سبعة أشهر بعدها كانت قرارات أخرى انتقلوا إلى السنة التانية تناوي انتقلوا إلى السنة التانية تناوي كانت قرارات أخرى نقدر نقول تابعة لمحاربة وباء كورونا وهي قرارات التفويج هذا النظام التفويج أو الدراسة بنظام التفويج أثر تأثير سلبي نقدر نقوله في هذه الجزئية على نتائج البايكالوريا الآن الترعليه بطريقة سلبية لماذا؟ لأن التلميذ ليكون يقرأ يوم كامل ليس كما التلميذ ليقرأ نصف يوم فقط وساعات دراسة قليلة هذا هو السبب المباشر وهناك أسباب أخرى نقدر نقول عليها هي أسباب عامة لأن التلاميذ وللجيل الحالي عنده عدة مشويشات أخرى أبعدته عن التحصيل العلمي التحصيل المعرفي وبالتالي التحصيل الدراسي يكون أقليل أو ضعيف من بين مثلا الصهر وقلة النوم خاصة الصهر مع منصات التواصل الاجتماعي الهاتف الذاكي إلى آخره هذه المسببات كلها أدت إلى تقهقر المستوى الدراسي إن صح التعبير لدى التلاميذ المرحلة النهائية ولكن أنا عندي نظرة أخرى بما أنه حوالي 58% هو نسبة الناجحين ما بين قوسين بمعدل لصرى الآن تخفيض 9.50 سنة ثانية لسنة ثانية على التوالي رغم أنه هذا القرار كان مفاجئ لكل المتابعين للشأن التربوي لماذا؟ لأنه من قبل وزير التربية قال لا يوجد أي تخفيض للمعدل يعني المعدل 10 أصبح لفها النقطة لأنه شفت أنا أمس طرقت لها كتير أنتم ما كان قبيين وكذلك من ناحية الإعلامية الطرق لها لكن نتفق على شيء واحد أنه أكيد هو يقول المعدل 10 هو معدل النجاح أنا هنا لا أستقو بمدافع عن الوزير نعم ولكن تصريح الوزير يكون وفق القوانين هذا التخفيض هو إجراء استثنائي بمعنى أنه الإجراءات الاستثنائية لا تحدث أو لا يصرح بها قبل إجراء الامتحانات ولكن بعد إجراء الامتحانات وبعد ظهور النتائج يصرح بإجراءات استثنائية الاستثناء يصرح به دوما بعد حدود شيء ما إذن هو صرح من جانب القانوني ومن جانب المتعامل به وعشرة يعني نعم أتفق معك الأخ بيلال على هذه الجزئية ولكن التخفيض التخفيض اللي صرى له 9.50 يخلينا أننا نحن كمتابعين للشأن التربوي أو ناشطين ناشطين حتى في الميدان يخلينا أننا نحسوا أو نشعروا أننا بعثنا طلبة للجامعة بمستوى أقل يعني من المطلوب رغم أننا نتفهم الضرف ونتفهم الحالة الاستثنائية ونتفهم أنه لو تم الإعلان عن المعدة العشرة ستكون أقل بكثير من 58 نعم لكن خلينا نقش معك واحدة الجزئية قضية نظام البكالورية أصلا هذا نظام البكالورية هو ظلم للكثير من التلاميذ اللي يهلك لهم حياتهم ووقف لهم حياتهم تلاميذ يقرأوا سنة كاملة يشتهدوا يوم الامتحان يحدث شيء ما لأنه تتحدث عن الامتحان مصيري لا يحتسف فيه ما درسته ما تعبته طيلة السنة ثم يوم الامتحان يا إما التلميذ فقد التركيز يا إما التلميذ حدث له مشكلة يا إما هم نوقفوا لوحياته نعم الدراسية إذن لمن تكلموا إلى 9.50 لابد قبل من تكلموا إلى 9.50 تكلموا إلى نظام البكالورية أصلا حداته هل هو الآن ظالم لأنه كاي الناس 9.50 ربما قيلة العام هو يقرأ وقال جاب ليهم 9.50 لأنه كان عنده أمور ما وكاي اللي جاب 11 ولا 12 ولا 13 وما قرأش عام كامل ما اجتهدش هذا النهار كان في المورال وكان ليقدر يراجع ليامات الخرين إذن نشوفه بـ 9.50 هدية ما رايش يعني فاضيحة الفاضيحة أنه الناس اللي تقرأ بعدين توقف حياتها في البكالورية بمجرد يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو أربعة أيام بالنسبة للعلم نعم نجاوبك من شقين نعم الشق الأول هو أنه كانت منادات ملكاتين المتابعين والناشطين في قطع التربية لإصلاح المنظومة التربوية ومن بينها إصلاح البكالورية لماذا؟ البكالورية هي نقدر نقول القيمة الأكبر لدى التلاميذ أو القطع التربية لأنه سنة التالثة الثانوي هي آخر مرحلة تسمى المرحلة النهائية آخر مرحلة من التعليم في قطع التربية بعدها ينتقل التلميذ أو الطالب إلى التعليم العالي اللي هو الجامعة وأنه نبقى في قطع التربية في هذا الشق مقدر نقول لك أنه الكثير من المتابعين أو الناشطين دعاوا إلى أنه تكون يمتح التلميذ مثلا فقط إلا في المواد الأساسية في البكالوريا ويكون قبلها امتحان لباقي المواد على سبيل المثال في سنة ثانية نعم خليني نوق بجانب حتى الناس اللي قرأت وما جابتش الباك نعم نعم ما يش موش شي سهل وقرأ ما جابش الباك بعد يشوف واحد يعرف ما قرأ شو جاب الباك يعني هناك نوع من العدلة دراسية فيها خلينا على الأقل نطبطبوا شوية على الناس اللي ما جابتش الباكالوريا ولو أن يتمنى لهم كل النجاح إن شاء الله ولبن بلي رح يجيبوا هنا عمل جاي نروح لنحية أمر آخر اليوم يلا الباك جاس 9.50 58.50% لكن اليوم نتحدث على التوجيه الجميعي الفرحة تنتهي نعم لا أتحدث عن الفرحة كفرحة ولكن أتحدث عن النشوة النشوة أكيد النشوة تنتهي تلتيام تنتهي الشوة الآن طلبة سيدخلون في كشمار آخر نعم وهو التوجيه تحديد التخصص نعم مش رح يقرأ لأنه كل شمار طابط كل واحد كان بالك يحبي ولي طبيب المعدل ما يكفيش وكاللي يحبي ولي صحافي والمعدل ما يكفيش الآن كيفاش ننصح وأنا اليوم درتها حصة ليس للمعلومة نعم ولو أنه ضيف المر اللي تعودت على المعلومة فقط أكيد ولكن أنا بنا نعاون الأولياء ونعاونها التلاميذ حتى نوجهوه يلا إن شاء الله بركي يكونوا ناضري أنهم صهروا البارح حتى نوجهوه مليح كيفاش يديروا الآن وشنه هي الخطوات الأولى الآن نقدر نقول لك اختيار تخصص يكون من قبل نقول لك علاش لأنه نتحدث عن المنطق ولكن خلينينا نعرف تلاميذ الجزائرين ونعرف طرب الجزائرين أكيد نحن تكلموا بلغة جزائرية لا لا الواقع أكيد قلنا نحن نوصل لك لهذا اختيار تخصص يكون من قبل يعني هو راه يدرس وراه حط في باله أو هدفه وش ما التخصص اللي هنا في علم النفس نحن أمام خيارين الخيار الأول هو الأهداف الخيار الثاني هو الرغابات والمشكلة الثالثة الذي يقع بينهما هو المعدل الذي يعني تلميذ راه فيه لما يسمح له يروح للرغابات أو لأهدافه لأنه نحن نقوله على العموم إذا كان المعدل مقبول أو جيد وعندك عدة تخصصات يرجى منك أخي الطالب لأننا الآن ما نسموكش تلميذ نسمى طالب الآن ستقولي بإذن الله كي تقرأ في الجامعة ستقولي تدخل إلى البحث العلمي تدخل إلى التطور الجامعي يعني تدخل إلى شأن آخر أو فترة أخرى من حياتك أفضل نقوله باللي إذا كان المعدل تاعك مليح أو مقبول اختار تخصص لتكون واكب قدراتك ما تختارش تخصص وبعدها ما تلقاش فيه نفسك على سبيل المثال كي أنت خصصات تدرس فقط باللغة الفرنسية وممكن طالب هذا يكون ناقص من اللغة الفرنسية لهذا من هذا المنبر الأخ بيلان نشكرك على إتاح هذا الفرصة نقولهم من الآن يبدأ لازم تبدأ يكون عندك مجهودات مجهودات إضافية من ناحية اللغوية تتعرف على الجامعة كيفاش تمشي تسأل أهل الإختصاص أو حتى ما تسألش على الإختصاص تسأل طلبة اللي يدرسوا في الجامعة يعطوك نظرة على الجامعة كيفاش الامتحانات كيفاش الأسئلة كيفاش رح يكون الاستدراك إلى آخر إلى آخر تكون عندك نظرة بعدها تعرف التخصص قلنا مع قدراتك وما بين قوسين لماذا القدرات قلنا القدرات لأن أي طالب يقدر يكون عنده هدف كبير ولكن قدراته ما يلحقش لها وكين طالب آخر عنده هدف ولكن عنده قدرات تواكب الهدف هذا الشيء الأول نقوله باللي لازم من الآن يبدأ يبدأ المجهود يحط في ذهنه التخصص لا أحبه يدرس بعض الأمور يطالع يقرأ كتب يطلع المكتبات والحمد لله المكتبات العمومية مفتوحة يدرس فيها ويطالع ويكون عنده راصيد معرفي إضافي لأن أي راصيد معرفي رح ينفعك في الجامعة أي راصيد معرفي ونحن نقوله باللي العلم كالبستان يعني من كل في هذا البستان من كل بستان خد زغرة على الأقل لأنه ماشي تخصصي متى الاقتصاد فقط ندرسها الاقتصاد نقرأ شوية متى علم النفس نقرأ شوية أدب نقرأ شوية لغة فرنسية لغة إنجليزية خاصة لغة إنجليزية رح يلقاها كثيرا في الجامعة نعم 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 تحددت لكش الأخ بيلال اسمح لي قاطعتك ما تحددت لكش على الناس أو الطلبة لي رح يلقى ومعدلهم ضعيف وبالتالي ليش هو أو التخصصات رح يكونوا قليلة رح يكونوا قليلة اللي هنا وش هنقولولو هنقولولو لا تضيع هدى الفرصة أنت عندك فرصة للدراسة في الجامعة اختر من بين التخصصات القليلة التخصص لما له قلبك وكذلك اللي هنا مرافقة الوالدين إذا كان الوالدين عندهم الطيلة أو لا يعني ينصحوها ولكن ما يبلجيوهش يعني ما ما يخلوهش تحت حتمية اختيار شيء معين لأننا في المجتمع الجزائري للأسف الأخ بيلال يكون طالب ما يدرش واش هو راغب يدرش واش راغبين والديه هذا خطأ كبير هذا خطأ لازم نقول الأولياء تلاميذ أو أولياء طالب اللهم يسمعونا التركوا هامش الحرية لأبنائكم رافقوهم أكيد أن نصحوهم ولكن لا ترغيموهم على تخصص ممكن لا يساعدهم أو هما مش راغبين فيه وبالمناسبة كنا نتلاقع مع طالبه في الجامعة وش يقول لك الأخ بيلال يقول لك أني ندرس هذا وأنا ما نحبهش ورحت لهذا التخصص أكسيدون ورحت فقط هكذاك يقول لك أني نقرأ مثلا كونطابيريتي محاسبة وأنا كنت حاب نقرأ مثلا بيولوجي على سبيل المثال أني نقرأ أني نقرأ رح يقدر ينجح في دراساته حتى ولو نجح في دراساته رأوا درس تخصص ليس راغبا فيها هنا نروح أقول لي إشكال آخر وهو التوجيهات المنشور الوزاري ضر والآن صدقاء سيراء بعدما رحهم شهادة شهادة النجاح في الباكالوريا سترفق بملف توجيه أو بضفتر توجيه اللي رح يلقوا فيه توجيهات الآن واحد يلقى عنده عشر معدل يلقى عنده توجيهات كثيرة ويعتقد أنه هذه هي التوجيهات المتحة لأولا لكن هناك عملية الغربة لا تتم على مستوى الجامعة أو على مستوى مركز آخر حتى يحدد المعدل القبول ليس معدل التوجيه نحن بنافسروا له هذه النقطة حتى لا يطيحوش في الفخ نعم قلنا الرغابات هو طالب يدير عدة تخصصات إن كان الكثير أو القليل من تخصصات ولكن مع الرغابات هناك شيء رح يغرب له كما قلت هذه الكلمة جميلة أنه رح يشوفه المستوى التاعه هل المعدل تاعه يسمح له لهذا التخصص وهل الطلب على هذا المعدل كثير إذا كان طالب على هذا التخصص يعني كثير على سبيل المعدل معدل لحيرتفع لهنا لهنا ليس يرتفع لهنا الكلمة اللي قلتها نحن نستعملها هتكون غير بالا رح ياخدوا العدد المحدد ثم يخلوه مع التخصص الثاني أو الثالث أو الرابع اللي يختاروا بحسب هناك نقدر نقول باللي ما يخافش الطالب اللي هنا راهوا أمام نظام نقدر نقول نظام معمول به في فترات سابقة ونظام يحدد لك مستواك ويحدد العدد المحدود اللي حيكون في هذا التخصص يعني ما يخافش لنا ما يكونش عنده ظلم عليه نعم الآن قضية اختيار رغبات هذه هل ترى أنه مشاركة الأولية احنا خلينا مجتمع أبوي أو صحيح طدر طرنتال احنا بالعكس انت ربما مشتها من جانب سلبي ولكن نشوفها من جانب إيجابي آخر أنه احنا بمفرحوا الأولياء دياننا لأنه قالت شاركني في حياتي لأنه في النهاية ما احطلقى إلا والديك هما فقط اللي مياب الميارة معك في الخير يعني تدخلوا مشاركوني في حياتي وهم يشاركوك أكيد يحبوا يدخلوا في حياتك ويحددوا ما صارها وهذا شي جميل يعني تدخل في الأبوية وتدخل صح في تلك في واحد الهنية هل تشوف للمشاركة ديالهم هي الآن هنا في توجيه هي عامل إيجابي للطالب أم هي عامل سلبي أم لازم لو يروح لربما شخص ثالث يقدر حتى يفهمه ويوضح له أكيد يعني نجاوبك أنا قلت من قبل المرافقة تأولياء أو مرافقة الأسرة يعني مش فاقة الأولياء أكيد إذا عندك أخيك الأخطاع كبير أو عمك أو خالك أو واحد من الأسرة يقدر يعطيك نصائح ولكن أنا معناش نقوله من ناحية السلبية فقط المرافقة تكون بالنصح ولكن احنا الشيء لما نحبهش والشيء الغير تربوي هو أننا من الرغم طالب على دراسة تخصص هو ينفر منها يعني المشكلة هنا نعم أما باقي الأمور ولكننا من ناحية تكلم على علم النفس تربوي نفضل أنه يستشير إن أمكن مختصين نعم مباشرة أو غير مباشرة ورح ينصحوه ورح يوجهوه يقدر يتصل كذلك على مستوى الثانوية التاع وعنده مستشار توجيه يقدر أكثر من هذا يقدر كما قلت سابقا يشوف الناس طالبة لدرسه في الجامعة وبالمناسبة نقدر نقول لك الخبرة أفضل من كل شيء ناس بكريوش يقولوا يقولوا سقسية نجرب يتخسيش طبيب بارك الله فيك شو يعدي فيها لو أنها ما بين قوسين هدوك نجرب يتخسي طبيب اللي قرح يتقول لا لا ما كل تحياتنا احترامتنا لكل أطباء سادر أطباء يعني هذا أعطيناه التوضيح فقط المثال وليس للعمل أحنا حابنا نقولوا بللي يسأل بعض الناس اللي عندهم تجربة صحيح في الميدان درسوا وصلوا الماستر وصلوا الدكتورة يقدروا يعطوه لتخصصات اللي تناسبوا ولكن كان أمر ما تكلمناش عليها نعم هدو تخصصات اللي تناسبوا تناسبوا قلنا على حسب الرغبة تتاعه صحيح أو حسب القدرات تتاعه ولكن هناك شيء ثالث دائما هو نقدر نقوله هو المؤثر في هذا هو ما يسمى بما بعد كيخديت الشهادة هل التخصص تاعك هذا ليح تقرأ انت اخترته هل ميدان العام اللي فيه متوفر أو لا يعني تكون اللي أنا الذاكي أخي الطالب أو كن براجماتي يعني على سبيل كلمة هذه براجماتي ولو أنني لا أحب بذها كثيرا ولكن كن تعرف الهدف تاعك تعرف القدرات تاعك تعرف المصلحة لا يتقول لك روح لا 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 روح للتخصص ليوفر لك فرص تتشغيل أفضل أو أكثر أو على الأقل أكثر نعم سامر من ناحية علم النفسنا الآن سأدابوا إلى قباتك الثالثة نعم يهمني كثير نتكلم على الناس اللي ما نشحج في شهادة البكالوريا نختم بهم هذا الملف الآن هناك طلبة منعارين صحيح لأنهم ما تحصلوش على شهادة البكالوريا احنا كيفاش نقدروا نعاونوهم منهم يتجاوزوا هاد المحنة وش لازم يديروا في راسهم وش لازم يدرك لهم هدر لهم القلب للقلب نتكا مبارك الله يعني نقدر نقول له أنه لو تأملنا في السهم السهم إذا راجع للوراء رح ينطالق أفضل لهذا وش رح نقول مديت هذا المثال باش نقول لإخواني الطالبة وإخواني التلاميط على المرحلة النهائية لما كانش عندهم الحظ باش ينالوا شاهدة البكالوريا نقول لهم في الإعادة إفادة ربما لو أنك تحصلت على شاهدة البكالوريا رح يكون شاهدة تاعك تديك التخصص أنت غير راغب فيه ربما هاد الإعادة تخليك أنك في المرة المقبلة إن شاء الله رح تجوز شاهدة البكالوريا وتكون عندك معدل أفضل احنا وش نقول لهم شاهدنا في الواقع يعني ما كاش أفضل من الواقع ناس كانوا منجحوش مرات عديدة وليس مرة واحدة ولكن لما نجح كانت عنده انطلاق قوية وسبق زملاء الطلابة صحيح وكان نجح بامتياز وعدنا عدة نامذيج الأمر الثالث اللي نقوله لهم أننا أنت لست براسب وحنا نادينا من قبل وزارة التربية باش كلمة راسب نحوها من قاموس هي كلمة غير ترباوية إحنا عدنا تحصل على شهادة الباكالوريا أو لم يتحصل ما عدناش ناجح وفاشل ما عدناش ناجح وراصب كلمة راصب كلمة قاسية نعم قاسية وإحنا الضغط المجتمع يخليك أنه شهادة الباكالوريا شهادة الباكالوريا يخليك أنه أمام وضعية أنك إذا ما تحصلش على شهادة الباكالوريا كأنك انهازمت كأنك فاشلت احنا نقول لهم لا انت ما تحصلش فقط على شهادة الباكالوريا وعندك فرص اخرى راح تتحصل على شهادة الباكالوريا يعني لازم يكون عندك امل وعندك طموح واكيد تتاخذ الاسباب واكيد انه اللي منجحش في شهادة الباكالوريا فقط نقولوا انه اذا عاودت واذا كانت عندك اليوم في هذه الدقيقة التي نتحدث معك او نتحدث معك اذا كانت عندك هذه القوة وهذه الشجاعة انك تقرر تعاود شهادة وتجيبها راح حياتك كلها راح تتسجم لانه راح تبدأ اول انطلاقة اسمها التحدي انك تحديت مرحلة تحديت مشكلة وتحديت حاجز وتحديت عراقيل هنا راح حياتك كلها سواء حياتك شخصية وحياتك مانية راح تتحسن لانه راح تكسب نفسيا ومن ناحية تكسب مناعة التحدي ولهذا تكون عندكم الشجاعة لازم تكون عندكم القوة ونعرف الكثير والكثير ناس راح ناجحين اليوم تحصلوا على الباكالوريا في المرة التانية والتانية ونعرف كثير ناس للأسف راح تحصلوا على الباكالوريا في المرة نعم تتمت الكلام اللي قلت أن هناك الشجاعة هناك الطموح وكذلك تكسب تجريبة كثيرا التجريبة تنفعك نقول لك كما قلت أخي الكريم أنه ليس السقوط هو بحد ذاته هو آخر المعطاف هو النهوض من السقوط النهوض من السقوط راح تكون عندك قوة أكثر وشفناها في المحاربين شفناها في كل الميادين الناس اللي سقطوا كانوا بعد سقوطهم أكثر كفاءة وأكثر إمكانيات من ذي قبل نعم سيد سمير جنة شكرا لك أستاذ على كل هذه التوضيحات والتوجيهات كما سبقت قلنا اليوم كانت حصة توجيهة توضيحية وكذلك حصة من أجل نصيحة ومن أجل الأقل مرافقة التلاميذ شكرا لك أستاذ نتمنى التاقك إن شاء الله في موعد قادمة إن شاء الله شكرا للمشاهدين الكرام كان هذا عدد اليوم من ضيف المورنينج كنا وعدناكم أنه راح نرافقوكم نفسيا وحتى من ناحية التوجيهات ورح يكون هذا الأسبوع إن شاء الله كله مرافقة لهذا الأمر حتى تعرفوا وين تروحوا فقط بالنسبة للناس اللي ما تحصلتش على شهادة البكالوريا نقول لهم كنكم أقوياء تحداوا العرق العراقي اللي جاتكم هذه المرة تحداوا الحزن هذا اللي يراكم فيه أو ربما هذا اليأس اللي يراكم فيه لازم تتحداوه لأنه أمامكم الكثير والكثير في هذه الدنيا البكالوريا ليست هي محطة النهاية بل هي محطات من محطات كثيرة ستعيشونها في المستقبل تمنيتي لكم أن تعيدوا البك وأن تتحصلوا له سنة المقبلة بالنسبة للناجحين ألف ألف تريليون ما بروك فرحتوا فرحتوا أقربائكم نتمنى كذلك أنكم من خلال التوجيهات كذلك تكونوا بعين العقل وليس بعين القلب إليكم مشاهدين أزوفكم الأمان بكل النجاحات إن شاء الله يجيكم في حياتكم في النهاية ما بقى لله نقول لكم كلا عدادا ما الله عز الجزائر حفظة أمنها وسترى شعبالقكم غدا إن شاء الله على نفس القناة وفي نفس الموعد أما الآن أترككم أزامي المحمد لاستكمال ما تبقى من برنامج شوروك مورنينك شكرا